حاجة أخيرة قبل ما أطلع لآخر أخبار التريند في الساعات الأخيرة أخبار كتيرة جداً مكتوبة في زاسان البريطانية وفي نيويورك تايمز الأمريكية بخصوص إيه؟ كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية أنا هقول المتاح يتقال دلوقتي كمعلومات رسمية لأن الأرقام اللي تم تداولها من خلال زاسان أو نيويورك تايمز حتى الآن هي أرقام ليست دقيقة والأرقام لم يتم شرحها للقارئ أو للمشاهد بشكل دقيق البس التلفزيوني اللي للاتحاد الدولي عايز يكسبه من كاس العالم للأندية في النسختين 2025 و2029 والنسخة اللي هتتلعف في آخر 2024 عايزين يكسبه أو يوصله لـ 2 مليار سترليني ودي قيمة 25% بس من الأرقام اللي للاتحاد الدولي رصدها عشان يجيب عوائد مالية لهذه البطولة المستحدثة 25% من عائد المادي لهذه البطولة هم بيقولوا 2 مليار سترليني بس الرقم ده هو 25% من القيمة الإجمالية اللي عايزين يجيبوها تبدأ رقم متعلق بإيه؟ بالبس التلفزيوني بس وراحوا لشركات عالمية دون تطرق لأسماءها يعني عشان تكون لها حقوق حصرية في السوشيال ميديا وفي البس التلفزيوني في تسويق الحقوق سواء في منطقة أمريكا أو حتى في منطقة الشرق الأوسط طيب ده جانب الجانب التاني الجوائز المالية فيه رقم تم تدوله أن كل نادع يحصل على 43 مليون سترليني الأرقام مش دقيقة لأننا سألت مسؤول في الفيفا وانتوا عارفين ملف كاسة العالم الأندية الحمد لله بنامج التريند من البرامج اللي بتقدر توصل لمعلومات دقيقة ليه علاقة بكاسة العالم الأندية من أول ما الآله يشارك فيها خلال السنوات اللي فات بعد القرعة والفرق اللي هتشارك والآله هيواجه مين والملاعب فين والبطولة فين كل ده الحمد لله كنا معاكم لما تلعبت في قطر وفي أبو ظبي وفي المغرب في الرباط وفي مراقش وفي اليابان فيه فترات تصابقة طيب الأرقام دي مش دقيقة مش كلنا دا ياخد 43 مليون سترليني المعلومة اللي جات لي وهي لسه هيتم التباحث لها بحيث الأرقام تبقى ازاي قيمة المشاركة هيبقى ليها جانب وقيمة المكسب في كل مباراة ليه جانب وقيمة التأهل للأدوار التالية ليه جانب زي دور أبطال إفريقيا كده انت بتشارك في دور المجموعات ليك مثلاً 900 ألف دولار وصلت الدور التمانية وتخطيت الدور التمانية هتاخد مثلاً مليون دولار روحت السيمي فاينل وتخطيت هتاخد 2 مليون دولار وصلت الفاينل وخطت البطولة الإجماري 4 مليون دولار دا التدرج اللي هيبقى موجود في كاس العالم الأندية ولكن قيمة المشاركة لسه ما تحددش والحاجة التانية قيمة المشاركة مش هيبقى بالتساوي مش هيبقى بالتساوي قيمة المشاركة هتختلف من قرى لقرى من نادي لنادي لأنه كمان الأمر هنا هيكون لها علاقة بالجوانب التسويقية وحقوق البس الفضائي والتلفزيوني في جميع قرات العالم أنا قره هيبقى ليها حقوق تسويقية بقيم أعلى فبالتالي الأنديال اللي هتلعب في الجانب ده هيكون لها قيم تسويقية أعلى ممكن يحط لك لمت متساوي في قيمة المشاركة ولكن هيزود قيم مالية في مسألة حقوق البس التلفزيوني حتى في حقوق الرعاية هيدي الكل نادي راعي واحد على تي شيرت وعلى صدر تي شيرت بتاع الفريق ولكن هيبقى بقيم معينة وبشكل معين كل ده هيتم التباحث ليه خلال الفترة اللي جاي آخر معلومة في هذا الجانب لغاية لما يكون فيه تفاصيل أكتر حصل اجتماعات رسمية من الاتحاد الدولي مع الأندية المشاركة بشكل رسمي في كهس العالم الأندية حصل اجتماع مع النادي الأهلي حصل اجتماع مع نادي الوداد حصل اجتماعات مع عدة أندية في أوروبا أبرزهم ريال مدريد والأندية اللي حقاية دور الأبطال في النسخ الماضي وتكلموا فيه ثلاث حاجات ثلاث حاجات اتعملت ورش عمل اتكلموا في الأندية اللي هتشارك فيه مسألة القوام المشاركة عدد اللاعبين اللي هيتسجله وحاليا فيه كلام ما بدأ على 26 لعب في قيمة كل فريق فيه البطولة دي أول حاجة ورشة عمل تانية اتكلموا على أن فيه زيارات ميدانية هتحصل من الأندية المشاركة خلال الفترة اللي جاية للولايات المتحدة الأمريكية وكل نادي هيعرف هيلعب فين والمدينة بتاعته والملعب بتاعه والفندق اللي هيقوم فيه فدي الاجتماعات اللي تمت الفترة الأخيرة مع كل الأندية المشاركة كلام ده من مسؤول بارس في الفيفا وكلام رسم ولكن في القيمة المالية زي ما شرحت لحضراتكم إيه اللي بيحصل في موضوع كأس العالم للأندية دي كانت النهاردة معنا أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل في كافة الجوانب المتعلقة بالنادي الآن